لم يشهد اليمن نزوحا يقدر بالآلاف وبهذا الشكل المروع مع إشعى الجماعة الحوثية الإنقلابية الحرب في البلاد والتي منها محافظة الجوف فر المواطنون في رحلة رافقتها المشاهد المروعة والمخاطر وصولا إلى المعاناة الكبرى المتمثلة بالعيش في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة الأحوال المعيشية متردية في النهاية لولا المنظمات أحيانا تعطيهم بعض المساعدات لكان بعضهم ماتوا من الجوع مأساة إنسانية يومية في هذا المخيم الذي يتسع ويزيد عدده جوما بعد آخر على غير ما هو متوقع أن ينتهي بنازحه الحال إلى هذا الوضع حيث يفترض عودتهم إلى منازلهم بعد تحرير مناطقهم إلا أن ما حدث هو النقيض تماما بيتنا أكثر الدمار فيه بيتنا متدمر جدا إلى المجهول ذهبوا تاركين حياتهم الأولى خلفهم لتبدأ المعاناة من العيش بأجواء الصيف اللاهب وعدم توفر الخدمات الأساسية إلى العيش في ظروف أكثر قساوة ومواجهة برد الشتاء وتفش الأمراض بالإضافة إلى نقص المواد القذائية والصحية إلى الآن مسحنا حوالي تقريبا 7114 نازح إلى الآن معظم الاحتياجات التي يحتاجوها تتمثل في جانب الطعام والماء والمواد الإوائية يعيش النازحون حياة أجبرتهم ضرورة الحاجة إليها بعد أن فجر الحوثيون منازلهم وأحرقوا مزارعهم التي كانت مصدر عيشهم ليكون البقاء هنا خيارهم الأصعب لكنه أقل قساوة من الموت يعيش الناس هنا أيام سلام إلا أنهم يقولون أن السلام وحده لا يكفي إذ أن قراءهم ومدنهم بحاجة إلى لفتة إنسانية وإقاثية من قبل الحكومة والمنظمات خليل الطويل قناة بلقيس من محافظة الجوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر